أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا جدا في علاج الألم والألم قضية مهمة أوي فيش بيت ما يفوش حد بيشتك من الألم بل البيت كله ممكن يكون بيشتك من الألم مفيش يعني حد ما مرش بتجربة وربما عاش معها إنه هو حاسس بألام في ظهره وألام الظهر الحقيقة بتيجي بأسباب كثيرة جدا من ضمنها إن حضرتك الشلتيل إن حضرتك تتعامل مع الأساس البيت معك عندك بدون حكمة أو حضرتك كرسي عايزة تغييري مكانه يلا نشيل الكرسي محدش بيشيل كراسي ويطلع منها سليم خصة لو كان فوتية كبير ممكن جدا تلاقي مشكلة حصلت في ظهرك أو في ظهرك كبيرة جدا الجيم أنا في رأيي إنه الطريق إلى أكبر المشكلات الجيم خطير جدا 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 لأنه لو ما كانش تحت تدريب وتحت اوبزرفيشن والملاحظة من محترفين وإنت فاهم كويس جدا سنك وليقتك وجسمك وطبيعتك وتعامل لك فحوصات الجيم ممكن يعمل لك مشاكل كبيرة جدا إنك إنت ساعتك بتتهور عايز تتمنظر شلت شيلة تقيلة حبيت تجاري من هم أصغر منك وأقوى وأكثر تدريبا فبدأت تشيل نفس الأتقال اللي هما بيشيلوها فيجي لك مشاكل تبدأت تشكل من ألم والألم كما نعرفه علميا عامل زي الحجر اللي بيقع من الجبل بس جبل جلد تلك فبينزل يزيد مع الوقت وبيبقى زي ما بكونه أكثر خطورة كل ما ينزل أكثر ويزيد يزيد يجيب يكبر تبصت لاي الألم بدأ شوية كده وبعدين زاد 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 لغاية لما تخيلوا كده صخرة من جبل تلك نزلة من فوق على تحت هتوصل لغاية القاع وهي من الصخرة وهي جبل كبير النهاردة هنفهم بطقة شديدة هذا الأمر كيف نتعامل مع قضية منتشرة في البيوت العربية جدا والنهاردة حظنا حلو جدا لأنه هنستمتع بالفهم والتفصيل من واحد من نجوم ونجوم فعلا هذا المجال لأن هذا المجال أصبحت نجومته كبيرة جدا لأنه كل العالم دلوقتي بقى بيلجأ إلى منظومات الألم القيمة الألم الكبيرة والاسم الأكاديم الرائع وطبعا سوبرستارز هذا المجال سوبرستارز هذا المجال وعد من سوبرستارز مجال علاج الألم في الوطن العربي واسم علامي كبير ضيفانها العزيز الأستاذ دكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكل طب جامعتين شمس والاسم القدير في علاج الألم شرف كبير لنا هزيز كل بيت في حد بشكم الألم اكيد ايه الجديد في الموضوع؟ هو الألم يعني تطور على مدى السنين اللي فاتت فكان بيتكلموا إن الألم ده ألم حدة أسهل حاجة قدي مسكنات بقى الموضوع التطور لا الألم ده تبقى تبقى تألم مزمنة في ألم واحد يشكم من ألم سرطانية كان زمان يروح ياخد مخدرات برقتي لا مش موضوع مخدرات ممكن عالج السبب وعالج العصب اللي بين الألم ممكن ألم ضهر ألم رقبة ألم غضريف ألم مفاصل ركبة وكتف كل ده الجديد إن بقى العلم تفهم كل يوم بنفهم يعني ألم ميكانيزم إزاي بيحصل إيه في الألم وده مدام بنفهم هنعرف نحل فبقى فيه طرق فيه أجهزة حديثة جدا إن إحدى نقدر نعارج بيها الألم مدام عرفنا أسبابها الغضروف العنقي والغضروف القطني دول مشهورين في كل بيت دول واحدة في مصر عايزين نفهم إيه هو المقصود بكلمة يعني لما قول عندي غضروف تمانا عندي غضروف يعني بس والتقسيد شوف كلمة غضروف هو طبعا عمود الفقر بالكوم من فقرات لعني إحنا كآنات فقرية بينها غضريف مادة طرية لازجة وظيفتها تدينا ليونة نقدر نتحرك من شمال نتني قدام ورا وتمتص الصدمات لما واحد يمشي يدب في الأرض مثلا ما يحصلوش مشكلة ما يعظمه ما يتكسرش دي خيمة الغضري في الغضري دي مع الوقت مع العجز السن بتنشف مع واحد يشيل غلط المقدمة لحدك قلتها حيلة وضحت أسباب كتيرة جدا للمشكلة إن واحد بيشيل غلط ست بيت بترفع الأنبوبة بترفع المرتبة تزوق الدولاب كل ده بطريقة غلط واللي بيروح الجم شباب يعني بيجي لي ناس 15 سنة و14 سنة وميقوش ما تصدق نعمل الرانين قال أخو ضروفه طب 14 سنة ده يلحمه لسه ما تكونش غضريفه لسه ما تكوناتش بيروح جم ويستعرض عضلاته والمدرر بتاع مش فاهم حاجة يبتدي يقوله فالغضروف يخرج من مكانه الطبيعي يدوس على الحبل الشوكي وعصاب الحبل الشوكي يلاقي اللي بقى العين عنده ألم هو ده فكرة يعني غضروف وناس تسميه غضروف يعني إنسا لمباجو عندي ديسك كلها الأسامة دي الناس بتداولها لكن في النهاية هو المرض واحد غضروف الطري بينشف يخرج من مكانه يدوس على العصاب يسبب الألم سواء في العنق أو في الضحر أو في عنق أو قتل وساعة صدري كمان برغم أن الصدر ده أقل منطقة بس موجودة برضو إيه أعراض الألم الغضروف هنبدأ بال هنبدأ بال العنق الغضروف الأنقي بما إنه هو في منطقة العنق فجنبه الأعصاب بتاعة الحبل الشوكي العلوية اللي هي بتغزي الإيد فنلاقي الألم ينزل على الإيدين ينزل في المنطقة العنقية العاني الشتيكي من العنق ويعني الناس ما إحنا شايفانا دي فيها سعيد بقى ألاقي اللغات يقولك صليل ويعني لغات بقى يكون راح بيقصد في الألم صليل دي تقى السيف تحس بقصد السيف أه لا يقولي بحس بصليل أقوله يعني صليل وهي ألم يقصد ألم شديد تقني سيف داخل في السيف تنميل برودة يعني برضو يشوف دي أماكن الناس مؤاظم اللي عنده غضروف هنا دي الأماكن الطبيعية اللي بيشتكي منها وصاحبها كمان المفاصل لأن الجنب الغضريف فيه مفاصل الرقبة اللي هي كل فقرة بتبتصب بالتانية تخليك تحرك راسك يمين شمال بتلتهب عشان الغضريف دي بتدت تتاكل وتنشف وما بقتش العلاقات الميكانيكية بينها ما بقتش مزبوط في العيان ممكن يصدع خلفي يقولي الصدع الخلفي تلاقيه في الآخر هو غضروف حلقي طانين في الودان دو طانين طانين ويروح ينفي أذنه ما عندكش حاجة الدكتور ينفي أذن لا أنت ما عندكش حاجة روح يكشف رقبة يعمل رانيين دي لقى غضروف دوخ عن ماشي يقولك أنا بقدوخ كتير الصدع طبعا الخلفي ده مهم يعني ده برضو ده المكان المشهور مجددا يبتدي ينزل كمان على الكتاف ويبتدي ينزل على الكتف من فوق وممكن لو تطور ودس على الأعصاب أزيد ينزل حد صابع لي ده العنق قطني بقى القطني بما أنه برضو قريب من أعصاب الظهر والرجل من تحت هيبقى الصورة هي هي بس بقى الجزء اللي تحت لعن يقول ضهري يعني دي الغضريفة هي طلعة وديسة تبتدي تدوس على الأعصاب اللي خارجة وجزور الأعصاب اللي بتغزي الرجل وتعمل الضفيرة العصبية للساق يبدي دي العيان يشتكي من قلم في رجله يقولك أنا بحس إن في كهرباء سيخ بينزل على ضهري إن الغضروف باينة هو الغضروف السليم له نبيا الغضروف الأسود هو آخر واحد تحت مسود وخارج مكانه وبتده يدوس على الأعصاب العيان يقول فيه شكشكة فيه كهرباء فيه تنميل فيه كرامبات كتير يقولك أنا بيجي الكرامبات وهو مش عارف إنها إنها غضروف في ضهره تعمل الكرامبات ده الشكل المعروف الشكل المشهور جدا ماسك ضهره والعرق النسا الأحمر اللي نزل ده بألم هو ده يقولك ده وعشان كده نسموه عرق النسا عرق من فوق اللي تحت والنسا لأنه أكتر في الستات دايما الألم اللي ظهر لأنهم أكتر وزنا بيزيد وزنا أكتر من الرجال عضلاتهم أضعف حركتهم بطريقة تانية ده أماكن الألم اللي العيان أول ما تجيله يبتدي يفكر ما هو ده مش حاجة سهلة ده أبتدي أتعالج لأنه ما يسيبش الموضوع يتطور والحمد لله العجب يتطور بقى كل يوم يعني كنا زمان بناعمل حاجة ودلوقتي بنعمل حاجة تانية كان زمان فيه طرق تقليدية هنفوت برضو نقول الطرق مش زمان ما زالت موجود ما زالت موجود طبعا ايه الطرق التقليدية كانت لعلاج يعني بداية أي مريض بيجيله ألم في ظهره النساء راح نشخصه نشوف السبب إيه طيب قلنا أنه هو غضروف بعد التشخيص بالأول بنبتدي بأدوية تقليدية جدا بسط عضلات مسكنات حاجات تهدي الأعصاب إنها تانية للألم ما زالت الألم موجود يبتدي يروح لشوية علاج طبيعي أغلب بقى الناس اللي بيجوا عيادات الألم مسلا يجوا لي مسلا يقول لي يقول لي أنا بأخد معي أربع خمس رشدتات وروحت عملت عشرين جلسة علاج طبيعي وما فيش استفادة يبتدي العلاج إنه هو عاوز يشيل الغضروف اللي ضغط على العصر فبيروح لجراحة جراحة طبيعي وجراحة وصح ومش غلط إنه يخش هيفتح ظهره هيفصل للعضلات يوصل لأماكن الغضروف ممكن يشيل الغضروف وبيشيل الغضروف كله أو وزق منه ويوسع القناة العصبية بس المشكلة إنه عملية تقيلة عملية شقة عين يوعد بعديها في السرير شهر شهرين ثلاثة يقول لي ما اتحركش وساعات لما يشيل أجزة من الغضروف يثبت بشراحة مصامية دي تقليدية يقول له وفي حالات اللازم تتعمل كده علاج القلم هنا بق اللي هو التطور اللي حصل إن مش كل الحالات تعمل لها جراحة يعني لا ده أنا ممكن دلوقتي أخش على الغضروف وأوصل لقلب الغضروف وأوصل للغلاف الداخلي وعدي الغلاف الخارجي للغضروف وأوصل للقلب اللي مسبب لمشكلة بدون مفتح ظهر العين خالص أبخره يعني أبخره أعالج الأعصاب أوسع القناة العصبية كل ده بتعمل بقبر جهاز أشعب يصوى ظهر العين العين بيبقى طول العملية صاحي العملية تتم بقبر يعني ده مثلا هدي البروب داخل جوه قلب الغضروف العين صاحي بيتكلم قاعد معايا بيكلمه وده الجهاز بتاعتب خير والسلاح يخش جوه قلب خضروف ياكل قلب غضروف والعين ياخد بنج موضعي يعني شاف دي صورة السلاح وداخل من الجلد مثلا وواصل لقلب الغضروف العين بكلمه زي أسطرة يعني بتبقى أسطرة طويل إبرة إبرة طويل يعني هو أسطرة زي زي الإبرة يعني يعني ما نسميها سلاح الغضروف هو إبرة والعين صاحي يعني وفعلا من هو قد نتكلم شغل غنية بتاع مفيش جرح جراحي مفيش غرز بنج موضعي مش بنج كلي وده ينفع للناس اللي عندهم أمراض بقى صعبة والناس والشباب واللي خايفين بينجو كلي وليه أعراض ربين كلي ومفيش فتحة في رقابته ولا فتحة في ظهره وبعد كده العين يخرج من المستشفى في نفس اليوم بعد العملية بساعة ويروح بيته وممكن يسافر يعني يجي لي واحد مثلا من دول العربية يجي من السعوداجي من خليجي يعمل العملية يرجع تاني في نفس اليوم لأنه هو مفيش حاجات فتحت يقدر يمشي ويسوق العربية اليوم التالي ودي مسلا ده الرقبة والغضاري في داخلها هي ميزة العملية بسيطة سهلة العيان يقدر يعني يتحرك بسهولة مفيش رقبة في السرية يقول لي أرجع شغل يمتى ويقول له أعاوى استرجع بكرة بعد وزي ما انت عايز مش شرط يربس رقبة رقبة دي بتخنق يعني غير واحد بسيونه رقبة يقول له ما تحركش ما دي حاجة صعبة مدام في طريقة اسهل بنتجه له كلنا بديه يعني أنا أعمل ليه عملية وافتح رقبة ليه واعرض ما خاطر ليه وبعدين العمليات اللي بالطريقة دي كمان ملهاش أضرار مدام ماشي صح ملهاش أضرار اللي مفيش تلايفات حولين الأعصاب بتحصل يعني فيه ناس تعمل جراحة وبعد يقول يعني الألم هو هو أو الألم زيد بيحصل التلايف حولين الأعصاب تشوه الجلد أو مكان الجرحة هي طبعا يعني لأنه مفيش تعرض للهواء مفيش فتحة مفيش فتحة مفيش حاجة مفيش تلايف خالص هيحصل مجيش ناحية العظم خالص مجيش ناحية العظم خالص بنخش على الغدروف نعالجه ونشيل ضغط الغدروف على العصاب الغدروف بيبقى ضاخط على العصاب لا بنقلل ضغط الغدروف على العصاب وبعدين نعالج العصاب وبعدين نبعد اللي اتنين عبدا نوسع بنقول توسيق القناة العصبية وحق أن الأم الجافية نوسع العلاقة ما بين الغضروف والعصر دي طبعا تقدم نوسع العلاقة يعني نخلق مسافة ما بين الغضروف والعصر شم يتغطش عليه تقدم رهيب انت خيال انت عملية من أصعب العمليات بدل ما تتعامل جراحيا بتتعامل بسهولة جدا بإبرة وحاجة بتخش عند قلب الغضروف والعيان يقولك ده أنا مش بيصدق أن العملية تتعامل يعني بشبهها يقول إيه مرارة زمان كان يفتح فاتحة كبيرة دلوقتي بمنظر يخش يشيل مرارة اللي عند تاني يوم يخرج من المستشفى وكان قبلها يعود ليومين تاردة في المستشفى طبعا تقدم والتقدم ده أساسي إلكترونيك وهندسة يعني الجهاز ده يخترع وكانت زمانة مش موجودة في مصر دهت موجودة متوفرة والتخصص كل يوم بيبقى فيه جديد كل يوم يعني بتبقى حاجة ريكوفر أهم حاجة إن الحين هنا كمان مش محتاج يقعد فترات طبيعية في البيت ولا يحتاج علاج طبيعي واستشفى وأواء الأخير ده فرق كتير العمل اللي بيعمل جراحة بقلبسه رقبة أو بلبسه حزام ظهر شهرين أو يقعد في السرير يقوله الدكتور ما تتحركش من السرير شهر شهرين لكن هنا بقوله تاني يوم بقوله انزل سوق عربيتك ده يعني اختلاف كبير مفيش رقبة يلبسها مفيش حزام ظهر يلبسه ده حاجات بتخنق المريض والتحسن سريع ونسبة نجاحها عالية جدا فطبعا ده ميازات يعني فيه تطور تطور يعني هنا يشوف السلاح تاخل جوه الغضروف وبياكله بياكل الغضروف ومن على الجلد بره العين صاحي كل ده الصور دي والعين صاحي بيكلمه والإبرة مش عاملة فتحة في الجلد يعني لما تشيل الإبرة تاني يوم تقوله انت عملت ازاي الغضروف مفيش فتحة في الجلد يا خطرها كل يا ما تجيش واحد ملي واحد ملي خطرها بصير جدا وكل أهم حاجة ان احنا بنشتغل تحت جهاز الأشعة الموريني انا فهم بالزبط ايه بالزبط ومش كده كمان الأجهزة كمان بتقيس العصب انا مش بس بجيب العصب بالتشريح او اللي هو يمين شمال او لا ده اهم الجهاز بيطلع الزبزبات يقول لي هو ده العصب ولا لا انت بعيد عن العصب بقى ده طب انا محتاجة احط الإبرة جنبه شوي ده ده كل دي يعني الأجهزة بتقدمها دلوقتي ما بعيش الموضوع انا ادخل في الحتة دي بالشبه نسبة الخطأ هنا تقريبا غير وردة غير وردة فيه نس كتير قوي بيتأخر عن انتخاذ مثل هذه القرارات وانها تذهب الى الانفيزف الليس انفيزف تكنيك او اللي احنا بنسميها التدخلات المحدودة بسبب أفكار يعني مش عارف اقول ايه أفكار من القرن الاول الميلادي يعني حاجة كده يعني من زمان جدا ما زال فيه ناس بتروح تعمل بعصايا وانا هقول لح داك حاجة الغرقان بيتعال لا بقى الشاية هو موجوع رقابته او دهره وخايف من الجراح هو ليه خايف من الجراح بيسأل اهله يقولوا لقا تا فلان عملها والوجع زي ما هو ما بقولش ان الجراحة وحشة يعني عشان برضو الجراحين ما يزعلوش ما بقولش جراحة وحشة دا ما هليها وضعيتها هليها مكانها وحشة لا هتكلم فيها لا هتكلم فيها لا هتكلم فيها ساعتها يجيل يعين انا خايفي عطولي مشرط في القابة تقعه في ظهري فيتاجه الاتجاهات بقى شعبية يروح بقى واحد بعصايا يروح بقى واحد يشرتله ظهره يعني يجي لي مهندس ألاقي عنده سقوط في الأدم ألاقي دجال فتحله بمشرط رجله يقول له دا انت مهندس ازاي يقطع لك عصب رجلك هو خايف يعمل عملية فيقولك لا انا اعمل اي حاجة بسيطة بس محدش يلمس لي ظهري التقدم دولاتي مش مصريين بس يفكروا كده العالم والبشر يقول لك انا ليه اتاجه في طريق صعب انا هروح طريق صعب طب بس السهل بقى لم يبقى دجال لا نلغيه طب فيه بقى سهل دلوقتي علمي ومعترب به في الWHO والFDA وكل العالم ووزارة الصحة المصرية حاجات حديثة معترب بها جدا مينما الانفيسف مينما الانفيسف اللي هو اتزاخولات المحدودة محدودة والمحدودة جدا واحنا بنتكلم هذا الحلم بهذه التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بشكل كبير جدا بصناعة علاجية او صناعة طبية متقدمة جدا بيطلع ناس يقولوا كلام زي اللي هنسمعوا دلوقتي يا أبو العريف أبو العريف ده شخصية مطيفة ابتكرناها بتنقل لنا أخبار الشارع وعلى فكرة هي فعلا بتنقل أخبار الشارع وبتنقل أفكار بتدور في مصالح حكومية ومكاتب وأعداد أهاوي وأعداد كافيها المجتمع اللي لما بيفتت في الطب بيكون خطير جدا وإحنا ما شاء الله دولة كله بيفتي كله يا باشا بيفتي حتى حتى اللي بيش متخصصين في الطب وعلى بعض الشاشات بيفتوا بيفتوا وبيجيبوا ناس مش مش تخصصهم يفتوا لسه قريب خالص بتفرج لقيت منظر غريب على أحد الشاشات حاجة بيكلمهم بوطوع طبي وجايبين حد مش متخصص ويعيني متورد في الكلام هو دكتور وبيفتي هيقولي ما هو بيسأله السؤال ما فيدي قوله ما عرفش هيقوله ما يعرفش ما هاتعرف كلمة ما عرفش دي صعبة عند المصريين تعالي نسمع بالقارف يا بيشة لما كورونا اشتدت على العالم بقينا نشوف دكترة تتابع المرضى أونلاين ولا على التليفون أو ده بيثبت مزاعم كنت أنا زعمها أنه كله على الانترنت يعني لما هروح للدكتور مش هاوصف له أنا حاسس بإيه وهو يوصف للدوة ما هو الانت بيقولك لو عندك كذا خد كذا يعني مثلا فور جزامبل عم سمير بتاع القماش بيسألني عن علاج على الانت للغضروف في ساعتها وانا واقف فتحت الانت بيقولك عم سمير أحسن حاجة للغضروف القربة بتاعت السخنية موجودة في كل الصيدليات وعندك الكوركم حط الكوركم في كل أكلك له مفعول سحري وعندك تدليك المناطق المصابة بالزيت دافي دي الزتونة من كذا موقع عن علاج الغضروف حاجة تانية عم سمير أي خدمة الدجال الشيك جوجل الانترنت جوجل لا ده يعني أقول لها هاداك حاجة بيجيلي أنا عندنا في الانجليزي في المصطرحات الطبية سيرفايكل ديسك سيرفايكل ديسك يعني غضروف عنق فلاقي ناس يواخدين التقرير ومترجمينه في جوجل فيطلع إيه السيرفايكس هي موجودة في عنق الرحم فيقول لي أنا مش فاهم الدكتور غلطان هو أنا بقول له رقابتي يعمل لي على الرحم ليه فتقول لهم هو بين الكلام بيحطه في جوجل ويطلع بالعربي يقول لك بس أنا كده فهمت عندي يا عم انت ما فهمتش حاجة لو بسدت ماشي بحاجة ببقلب لكن لو راجل لو راجل يقول لي الراجل غلطان الأشعة دي ليه مش بتاعتي أقول لي لأ انت غلطان ان انت بتحط المعلومة في جوجل بالطريقة دي جوجل أعمى بيديك المعلومة بيدوم أفهم انت عندك إيه ولا انت شايف إيه ولا فده طبعا تدحك والانترنت و جوجل تحديدا فيه كل حاجة فيه العلم وفيه العلمات وفيه أكثر الأبحاث تقدما وفيه كلام الشعبي وفيه كلام الدجالين وفيه الناس بتتكلم على الكوركم وفيه الناس بتتكلم على البردقوش وفيه موجود كل دول موجودين الكوركم إيه وبردقوش إيه بس انت نورتنا وأبدأك العادة قيمة العلمية الكبيرة والإسم الكبير في عالم علاج الألم وآلام العمود الفقري طبعا أستاذ الأساسي الأستاذ دكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري وكلية الطبي جامعة إن شمس بتنور في كل مكان الدكتور طبعا أكيد الله يخليك الله يبارك خليكم دائما مع الدكتور